اهلا بك معايا يا ملكة المطبخ النهاردة مطبخنا مش اي مطبخ عادي ولكن مطبخ تشاينيز او مطبخ صيني النهاردة هقدملك طبق مختلف مطبخ تشاينيز زي ما قلت في البداية ويمكن فيه فلايفرز معينة او طعمه معين احنا دايما مرتبط عندنا في ذهننا بالشاينيز كيتشن هو السويا سوس ومع السويا دايما دايما اكيد ويمكن الناس كتير ما تعرفش الموضوع ده ان احنا بنحط التون النهاردة الطبق اللي انا هقدمه طبق سهل جدا 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 وكل واحده ممكن تحط بقى اضافات اللي هي عايزاها يعني برضو من الحاجات اللي بتميز الشاينيز كيتشن هو السويت كورن او الدورة الحلو كمان فيه البامبو شوتس او القطع اللي هي الخشب اللي هو البامبو بيتعامل بطريقة معينة انا فيه اكتر من حاجه في الشاينيز كيتشن ممكن تكون من الحاجات المميزه جدا ليه انا بحب الطبق ده وفيه تريك صغيره كده في الطبق ده بيدي فلايفر وعلى فكرة الداني الراسبي ده هو شاف وبيعمله بالطريقة دي بالزبط هحاول اقلده لانه طعمه عجبني ونقدمه النهاردة من خلال حلقتنا ومطبخنا مطبخي انا ومطبخك اللي بنتعلم فيه فن الطبق على قدنا يعني اللي بتنعلم فيه الطبق اللي احنا بنحبه ومنحاول نقلده بستخدم اللحمه اللحمه اللي انا استخدمتها اللي هو اللي بنستخدمها اللي بيقولوا عليها بوفتيك بس البتيلو انا بجيبها وبقطعها كيوب صغيره وليه البتيلو لانه طبعا البتيلو بتكون سريعه في الطهي ويمكن اللي بيميز الشاينيز كيتشن انه هو كله بسرعة 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 بيعمله يعني مش لازم الحاجه تكون well done او well cooked مطهيه بشكل كامل لا كله بسرعة 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 فاللي بيستهل لنا الموضوع ده هو البتيلو كمان معايا الفلفل كل الوان الفلفل اللي انت بتحبيها انا زي ما قلتك قبل كده ان انا نقطة ضعف الفلفل الاحمر انا معايا النهاردة احمر واصفر واخضر فلفل معايا بصل مقطعينه مش مبشور مشروم ويمكن انا هنا استخدمت المشروم الفاتح ومش المشروم اللي هو الني في ناس بتحس شوية ان هي بتحبش الني ده بتحس بتعمه بتحس ان هو بيتمضغ كده ففي ناس ممكن تقرف منه بياخدش الريسك البلاك مشروم او اللي هو مستخدم بشكل اكبر فيه بيبقى طبعا لونه غامق ده برضو ناس كتير ما بتحبوش عشان كده انا جبت اللي هو مفيش خلاف عليه وعلى فكرة برضو لو في حد عنده مشكلة من ناحية المشروم ممكن يشيل المشروم خالص توم مهروف ممكن في ناس بتحب تقطعه وهي عندي دقيق هو في الاغلق في الطبع بتاعي وبالكمية بتاعتي دي انا باخد معلقة ونص دقيق وعلى فكرة اللحمة كيلو ونص تقريبا سويا سوس وزي ما قلت ده من الفلافرز المعروفة جدا في الشينيز كيتشن زيت الزتون ويمكن المعلومة دي انا عرفتها من الشاف من الحاجات اللي بتدي نكهة حلوة قوي في الشينيز زيت الزتون مش الزت العادي زيت الدرع العادي وانا كنت دايب اقول انا بحب الزت الزتون وانا بحب الزت الزتون والناس تقول لي ايه ده صح جدا الجدا لزي بتحبيهوش واكتشفت ان انا بحب حاجات مطبوخة بيه فزيت الزتون من الحاجات اللي ممكن تكون اساسية في الراسب بتاعتنا في التحمير التريك بقى اللي انا بكتش عارفها واللي بتدينا طعم كلنا بنا قد نقول ايه ده ايه ده مشروب من المشروبات اللي فيها سودا والبيوت كلها لا تخلوا منه الغمقه الشركتين اللي بيتخلوا مع بعض كل بيت بقى عنده الماركة اللي بيحبها ولكن انا هدفي انه المشروب السودا اللي بيبقى غامق تمام بطلعه وباخد كان او علبة كاملة بسيبها لغاية لما السودا بتاعتها تروح خالص يعني ببقاش فيها سودا خالص واحطيها على جم ولازم لما استخدمها تبقى ما فيهاش سودا يعني ما فيهاش الفيزي دي ما فيش اي حاجة بتطلع منها وبستخدمها في الاخر في اخر الطبخة بحواريك ازاي والتريك دي طبعا مش اي حد حيقولها لك الشف عشان بس انا عدت كده عملتله سحر معين طلع لي كل التريك الصغيرة او الحاجات الصغيرة اللي ممكن يكونوا ما بيقولوهاش لناس كتير هنبتدي بقى على طول دلوقتي الطبخة بتاعتنا وعايز اقولك زي ما قولت في البداية الشاينيز راسبي او المطبخ الصيني بوصفاته مش محتاج ان الحاجة تبقى طرية قوي يعني مثلا لو انت بتحمري الحاجة وبعدك اي عايزة تسويها مش لازم يكون الفيف الطري قوي زي ما احنا متعودين في الاكل المصري مش لازم تكون اللحمة مستوية 100% لا هم بيكلوا الحاجة اشبه للرو مجرد ان هي تشم النار وتشم كل المكونات بتاعتها بيشيوها من عنار على طول يعني مش لازم تبقى سوى كامل حس ساعت ان انا رغاية بس انا بحاول اقولك كل التفاصيل على شان تبقي معايا لان انا انا عن نفسي بسأل اسئلة كتير فبحط نفسي مكانك وبقول لو هي موجودة قدامي دلوقتي هتفضل تسأل اسئلة كتير فعشان كده انا ساعات ببقى زي القطر شوية عزوريني بس بحاول اقولك كل المعلومين دلوقتي هبتدي على طول نعليش احنا عندنا ايه الاتجاهات شوية هفتح النار على النار بتعكسي هفتح النار وطبعا بما اني بقول ان احنا كله تشويح وكله بسرعة لازم تكون نار عالية وهي من الحاجات اللي بيشتهر بيها المطبخ الصيني طبعا اللي هو الواق الواق اللي هي هي لحد ما بتبقى اغوط شوية بس انا وكبيرة بس انا استخدمت الشبيهة بيها لان هي اصغر لان كمياتي مش كبيرة الواق اللي هي الطاصة اللي بتبقى غويطة وبتبقى موجودة في اي مطبخ صيني وعادة بيبقى لونها غايبة وعلى فكرة بقى المطبخ الصيني ما بيقلبوش احنا بس اللي بنقلب المطبخ الصيني بيفضل ايه زي ويقولوا بلغة المطرين ينطقها على على النار انا بحس بقى ان انا واحدة بقى من دول هبا كده ممكن الحاجة تطير فعشان كده انا بقلب بس لوانتي الموضوع او تقداري عندك امكانية ان انت تعمليه اعملي كده هحط شوية زيت زيت زتون على النار شوية صغيرين في الاول تمام اوكي ممكن احط كمان شوية احبش انا بقى ايه حاجات اللي بتنقط كده والزروطة خلي الزيت بقى موجود قريب منك علشان ممكن تحتاجي تزاودي باخد اللحمة والطوم مع بعض وبحط اللحمة اوكي بس يا ستي بقى نقولنا كيلو ونص لحمة بتنلو طبطشة بقى ايه عسل هاخد بقى السوية مش هحطه كله السوية هحط معلقة واحدة مع اللحمة هقولك بقى انا ليه خدت معلقة واحدة لانه هحط الباقي مع باقي او باقي المكوزة التوم لازم يتحمر مع اللحمة ليه بقى لانه التوم المهروس ده بيمسك في اللحمة فبيخليني مسقطش طعم التوم لكن لو انا حمرت اللحمة لوحدها والطوم لوحده هتبصي تلاقي الفيتي مش حاسة قوي بالطوم اللحمة بتخلي التوم يمسك فيها فبالتالي بتاعه بيفضل موجود معاتي اول ما حس بقى ان هي ابتدت يعني اللي تلين يمتزجوا مع بعض ولون هيغمق شوية هنرفعها من عالنار الصوف اللي معايا اللي بينزل ده ستريكتلي السوية لان انا حطيت السوية السوف دي مش مية لحمة او حاجة لان النار عالية جدا والواقع ما تيجي نجرب كده نعمل حاجة رزكي كده انا وانت يمتزج مية لقى الان اين عايش في جور بقى شفاء سيم هو الى الواقع هو بقى بيفضل يعمل كده عارفوه بسترك يا رب المفروض اليدي او متقلبيش خالص وبتبضل يبقى بقى اوه بس هو بقى الحاجات بتبقى بتضرب شوالة بازات في الواقع بس انا مش قادر ياخد الرزكي قوي احنا هنسيبها بقى كده دلوقتي بص يا سيتي أنا هستخدم الشوكا علشان تدويب لي الدقيق الدقيق بقى أنا باستخدمه بس مجرد أنه هو يديني سمك سمك مع المشروب السحري اللي إحنا مكناش نعرف أنه هو بيتطبخ به أساسا بصي بقى يا سيتي هنحط شوية شوية بشوية تقريبا ما يعادل معلقة دقيق هتحس كده أن شكله بقى غريب لا تقلقي لا تقلقي إنك في مطبخي تحوطس كده بقى ما عارفة لو أحس أن أنا وأنا بعمل كده وعملت فور علي بحضر بورنت الإخفاء ما تقلقيش لو فارد لقى إن هي المفروض أساسا إن هي فيها سودا فما تقلقيش خالص يعني بصي كل شيء وبعدين لو ضرب حاجة ضربت منك حاجة عملت سروخ فضيع كده ما تقلقيش خالص إنه كله فدأ الوبخ يلا يا سيتي شربي بقى شوية المية هي مش مية هي سوية سوس هنقلب كده تمام بصي بقى زي ما اتفقنا الطبق ده فلاكسبل يعني ممكن تحطي فيه جنباري ممكن تحطي فيه لحمة ممكن تحطي فيه فراخ ممكن تحطي فيه حطي اللي تحطي الانجريدزينت الثانية سابتة بس انتي بقى تغيري النهاردة ما عندناش لحمة يا أولاد أخر الشهر وما فيش ومش حقدر اطلوب الفلوس بدري من بابا اديها فراخ مجيش فراخ في بقى حاجة بقى أغلى شوية جنباري بقى النهاردة أول الشهر ولسه معيها فلوس وممكن نصرف شوية نديها سيفون سمك أي حاجة ما فيش حاجة تقف قدامنا بس المكونات التانية أو الحاجة المكسبات الطعم سابتة نقلب بقى كده جامد 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 ممكن أعلي بنوع شوية لان انا عايزها تشرب السوف اكي اه ممكن شكل الطاصة دي هو اللي بيدينا النازع الهجومية على اللحمة او شفتي على طول اول بقى ما بتحطيها على نار عالية وعلى فكرة هو ده السر هم الطاهي بتاعهم كله نار عالية تيك 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 بصاعة جدا 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 بيروح مخلص دلوقتي بصي شكلها الى حد ما شربت السوس بتاعها هاخدها هدفعها وهنزلها هنا ممكن اسيب بقى ايه بقايا من السوس بتاعنا تمام تمام بتاعتي فضل شوية زيت بس انا محتاجة يعني نقطة صغيرة اقول لك تاني ان احنا بناخد زيت زتون اوكي نقطة هنا ناخد بقى المكونات بتاعيكنا جنبينا علشان اه انصحك بقى وانتي بتعملي الدكوريت بتاع المطبخ وسائع وسائع عشان ما يحصلكيش حوادث مالثباشة كل شوية اوبلوبة خلص الحلقة بتبع عندي الحفة دي ورمن فوسائي مطبخك على قد ما تئذرك وطلوبي كل حاجة انتي عايزها في مطبخك لأن ايه هاي دي من الحاجات اللي بتحببك في الطبخ او لا هنحط بقى الفلفل كل بقى حاجة. اكاي. الفلفل. لاصل. برضو من الحاجات اللي بتميز هو الالوان هم بيحبوا قوي الالوان وهو واشعب جميل وحس كده ان هم بسطة في كل حاجة وفي نفس الوقت يعني عندهم نوع من انواع الابتكار واسكية يعني احنا محتاجين بقى دلوقتي نتعلم من الشعوب دي شوية ان هم مش حاجة بتقاف قدامهم بصراحة كل حاجة عايزيني يعملوها بيعملوها كل حاجة عايزيني يقلدوها بيقلدوها اي حاجة عشان اطلبتها عربيات اي صراحة كده شعب كده والاكلة دي زيهم كده برضو السوية زي بقولتلك دي بقى المرة التانية اللي باخد فيها شوية السوية عالفكرة السوية احنا فيه خالص في ناس بيبقى عندها مشكلة مع السوية السوية ام قال لي منه تقق لي منه في دارك سوية الدارك سوية بقى مش اي حد بفينا هيقدر يستحمله له هو بيبقى اغمق فينا ويبقى مكتوب عليه دارك وفي لايت انا مستخدمة لايت لانه اللايت الى حد ما هو اللي احنا المصريين نتقبله القوية قوي عشان كده بسماع كتير قوي من الناس لما بيسافروا الصين بيبقى عندهم مشكلة في الاكل وبيعرفوش ياكلوا ايه لكن اللي بيحب بقى شوية المطبخ الصيني ويقرب منه هيعرف ان هم عندهم حاجات الى حد ما متدرجة يعني عندك اللايت سويا عندك دارك سويا الدارك سويا ده مش بتاعنا خلص 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 وفيه الوايت سويا فاللايت اللي هو المقبول الطعب ما بلقاش لازع قوي وفي نفس الوقت بيديني نفس النتيجة بتاعة الدارك ومقبول بالنسبة للمصريين يعني قريب مننا مش هيدايقهم كده احنا خدنا كل الاشياء اهنا اشيائي خدنا كل الاشياء هنقلب بقى اوكي تمام تمام بصي شكله حسي انه طبق صلطة مش طبق صوخ من الصراحة اوكي ممكن عفكرة كمان في ناس بتحب تستخدم في المشروع اللي بيبقى حتة كاملة مشروع مايز غنونة كده قد كده بتتحط عايزة اتزويدي ايه تاني انا البامبو شوتس هي اا قطعة كده من البامبو بتتطهي وبتتحط عايزة اتزويدي جينجر او جنزبيل زي وادي جنزبيل كل الفيفورز اللي انتي حاسة ان هي قريبة من المطبخ الصيني اللي انتي بتحبيه وتستراحيه حتة بس دي الاساس او دي الاساسيات ااا من صوييت كورن ممكن نجيب كمان البيبي كورن هما بيستخدموا الكورن الصغيرة بتبقى اللي هي ha lootra الصغيرة اه دي برضو من الحاجات اللي بتميز لالأطباء الصينية. اه 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 اه. اذا اقولك احلى حاجة بتميز بقى بما تكلمنا عن الشاينيز والنهار ده مطبخنا صيني انه ستاتهم رجليهم صغر ناااا قوي. والموضوع ده كان آآ اه بيتعمل زمان يعني في قصص كتيرة جدا وآآ افسطيار كتيرة جدا بتتقال عن الاجداد الصينيين انه هما كانوا بيلبسوا البنات من سن صغير جزم حديد. علشان بتاع او المقاس بتاع هيفضل صغير. عذاب السنين والتنين. ولكن ده برضو او حاجة كويسة بالنسبة للستة ان رجلها بسعب اقول ان الستة مسلا تلبس خمسين يعني ما ينفعش. فغمة عندهم يعني خمسة وتلاتين مينيون كده حاجة صغيرة بتبقى عادة قدامك ايدين ورجلين ومشان. فضاء. ده غير الشعر بقى قوة. يعني عادة. تقريبا الجالية الصينية هيحصل لها حاجة بجتر ما انا عملها قرها. بجد بجد. الاكلة دي من الاكلات اللي ريحتها حلوة وانت بتطبقيها. بحط ملح وفلفل زي ما انت شايفها. وانا عاجبيني جدا من الملاحة وبيحبوا بعض. انا بدأت احس شوية بصوت التحمير بتاعي بيالة. وده معناه انه المكونات بتاعة الطبق شربت السياسوس اللي انا كنت احطاها. في الحالة دي بقى هرجع اللحمة تاني. اوكي. حمام. عايز اقولك زي ما اتفقت معاكي طبعا اللي انا ما اعمله ده يعني علشان الوقت يخلص. ولكن حاولي ان انت اول بول ايدك في الغسيل. يعني الحاجة بتستوي تروح يغسلق طبعا. الحاجة عشان واحش قوي الاحساس ان ايه تلاقي المطبخ تتكربس على بعض ديه. ولو انت مكربسة مطبخك على بعض وايه واي تخلي حد من الزوف يدخل المطبخ. عب جدا ان هم يشوفوا الدنيا مقلوبة. والدنيا مكهربة عندك. لأ عب جدا. في دي تيل صغيرة كده. ما تنسعش. اللي هي تتعمل. اخر حاجة بقى بزودها. اللي هي بقى تدي تيل السحرية. اللي بقى شكلها عجيب ومريب. لازم طبعا تقلبيها لانه الدقيق بيفضل لفوق. انا ده علشان قدي سمك وفلس انه السكر اللي فيها فانا بقى بيبقى فيها شوية طعم السويت. يعني تديهي طعم السويت. بس مش ده السويتن ساور فلايفر او اللي هو الحلو وحادق بتاع الشانيز. لأ دي وصفة من الوصفات اللي هما بيعملوا. مش ده اساسي السويتن ساور. آآ قلبت كويس قوي. هاروح حاطه. بس كده. ودول كمان اللي بحدي حب يبقى رايق كده حواليه. تمام تمام. نقلب بقى شوية كده. زي ما قلت اللحمة بتاعتي لحمة بتله يعني مش تاخد وقت في السوى. آآ السوية سوس بيساعدني ان انا ازودها. آآ واي فلايفر بقى طول ما انا على النار. عفكرة برضو من الحاجات اللي لازم تعويدي نفسك عليها انك تاكل من على النار. ليه بقى؟ طول ما انت بتسوي الحاجة انت بتكتشفي نواريه. وزي ما قلنا قبل كده ان انت يبقى عندك ملح ناقص مش مشكلة. بس ملح زايد اللي هنعمله هنزود ايه اللي نلحقه قبل ما قدم الطبق. فلازم يبقى على طول ايدك فيها علاقة صغيرة وتدوقي تدوقي تشوفي الفلايفر مظبوط ولا لا الملح مظبوط ولا لا السوية كتير ولا قليلة المشروب السحري كتير ولا قليلة وهكذا فانا هجيب معلقة اسمحيلي بقى واشوف كده كده امو كدشوك ايه مش هنتغدى يعني احنا هندوق عشان فيه ناس بتقولي ايه طب ما لا حفضل ادوق 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 يبقى كده لا ديش بتتغدي دي ما احضر دوق يمكن نزود شوية ملح دعالة شابه العفريت شوية بس مش مهم اوكي بصي بالوقت هتحسي ان بالسوس ابتدى يدخن وهو ده بقى الاحساس اللي انا عايزاه وهو ده اللي عمله الدقيق والسحر بقى المشروب الغريب ناخدها بقى كده ونجيب الطبق بتاعي طبق التقديم اوكي بسم الله بسم الله اوكي 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 نقفل النار عشني profesional لايكون فعون كل السيئرات اللي بتقف thermal مطبخ وحرام وكل الرجال اللي ممكن يكونوا بيكتهدوا زي ما قلت الطبق بتاعنا ممكن نعمله بالتشيكل ممكن نعمله بالسيفود ممكن نعمله باللحمة وسامك اي حاجة اي حاجة لتعيزها هرجع معاك قبل لما ادوه واقول لك ايه الاخبار حطينا ايه في الطبق بتاعنا عندنا اللحمة لحمة بتالي انا استخدمت اللحمة بتالي وبتقطعيها كيوبس واللحمة او اللحوم اللي في الموضوع ممكن تضغير صويا سوس معينا طوم بصل فلفل الوان كل الوان ممكن لو انت مش عندك مثلا في البيت لقيت بس عندك الاخضر اي نوع من انواع الفلفل فلفل متقطع كله كيوبس احنا كل التقطيعات بتاعتنا كيوبس مشروم ممكن تستخدمي المشروم البلاك مشروم لو انت بتحبيه اللي هو الاسود المشروم العادي الفاتح المشروم اللي مش بتقطع السليم تمام والرو اللي هو الناي اللي انت بتقطعيه بقديك تمام كله ينفع وكله يجوز التوتش السحري او اللامسة السحرية الماجيك عندنا النهاردة في الطبق ده المشروب اللي الناس كلها بتشربوه اللي عيالنا على طول بيشربوه ويطلبوه المشروب السودا الغامن اي شركه من الشركات مش فرقه انا عايزاه هو ولكن يتحط في كوباية تاخدي علبة كاملة كأن كاملة وتحطيها على جنب تفضل من غير سودا خالص تقلبي فيها معلقة دقيق وهو ده اللي بديني التوتش فيها سويت شوية او حلوه وفي نفس الوقت السمك من الدقيق هاخد بقى ايه ايه بقى شكتي الحلوة وناخد واحدة من المعالق هعمل هنا شاء الله باز لكل حاجة تمام ناخد دي بصي بقى بصي بقى عايز اقولك بقى اولا الطبق ده ممكن تقدميه مع رز بسمتي ستيمد يعني ستيمد يبقى بالبخار او جلاس نودل وهي النودل من الرز اسمها رايس نودل او جلاس نودل ودي طبعا من الحاجات اللي بيشتهر بيها جدا جدا المطبخ الصيني برضو عمليها ستيمد معناها ايه انك تسويها على البخار او لوحة تسلقيها عادي تشليها وهي مسكة نفسها مش بقى مستوية بقى وطارية والكلام ده يبقى بازت منك خالص لا لازم تبقى شوية بتعد زي ما بنقول وتقدميها مع الطبق ده وثانية واحدة حالا حالا طحفة وعايز اقولك ان كل حاجة الحمدلله ايديها ايش اطرى ديه اعفكرا ما كنتش بعرف اطبخ ولو انتي مبتعرفيش تطبخي هتتعلم تابعي مش بقولك ان انا احسن واحدة في الدنيا بديكي راسبيز او اكتر واحدة بتديكي افكار جديدة لا بالعكس افكارنا سالسة جدا وسهلة جدا وبسيطة جدا لكل واحدة عايزة تتعلم الهدف الاساسي بتاعي واللي دايما بقوله ان احنا مش بنعمل الحاجة علشان مجبرين او بنعمل الحاجة علشان دي بس قوليتنا العظمة لا احنا بنعمل ده علشان نتباها بحاجتنا واحنا نفسنا نبقى فرحانين باكلنا نبقى مبسوطين ان كل اصحابنا وكل آلتنا بيقولوا ان اكلتنا حلوة وان احنا عاملين طعم جديد وان احنا لينا التاتشز بتاعتنا ده الاساسي بتاعنا مش لاننا نكون سوبر 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 الموضوع والسخون انا قلتلك سخونة المطبخ يعني ممكن تعمل انفجارات بس انفجارات في دماغك انسي عشان كده عشان تفصلي الانفجار ده متقابليش الناس جي على طول تقديدوش وتحت ايديك يتبقى حلوة بكلك حلوة كده واللمسة السحرية بقى سمايل بتحكيتك الحلوة هي اساس تقديمك واساس مقابلتك للناس واساس السحر بقى يعني اللي هيغلوش وزي ما بيقولوا يوم هيغطي على اي مشكلة ممكن تكون في الطاقة بتاعي هي ابتسمتك بل نجيهم بالضحكة الحلوة وده اساس اساس كل مرة بقولهولك اي حاجة حلوة وهتستطعميها وهيستطعموها هيشكروكي عليها وبقولها لو تشوف اشتركوا في القناة